انت جايبين لنا مجالة ترشحات ولا عندنا امل في الجويس؟ لا عندنا امل طبعا شب حاسسها ترشحات بس المرات لا عندنا امل احنا طبعا الاتعاد الافريقي النهاردة اعلن النومينيز او الاسماء المرشحة لجويس الافضل السنة دي انت عارف احنا بقالنا سنتين للأسف ومن حظنا السيء يعني وحظ محمد صلاح السيء ان الجويس بقالها سنتين بسبب كورونا بتتلغي وطبعا ما كانش فيه سبونسرز ورعاه وخلافه محمد صلاح الحقيقة في السنتين دول كان يستحق ان هو يفوز بالجايزة وبالتالي اتحرم من لقب تاريخي كان هيبقى يتصدر يعني قيمة الافضل على مدار افريقيا في عدد مرات التتويج هو خات جايزتين وكان ممكن ياخد يبقى لقبين كمان زائد ان هو طبعا قريب جدا السنة دي محمد صلاح على رأس الاسماء المرشحة في قيمة التلاتين هو الاتحاد الافريقي سامح جزء الساديو لانه ساديو وصل مع السنة انا بقول ده طبعا صلاح القابل فردية اكتر مفيش نقاش لكن ساديو حقق كاس امم مع منتخب بلده حقق وصل كاس عالم مع منتخب بلده وفي الاخر مرحلة مع فرقيته ليفر بول في البريمير ليجل لقد اخر اسبوع بينافس وصل فاينال دور ابطال اوروبا مع ليفر بول فالتقييم ممكن ياخد تسكة دي اقصد هو طبعا ده ممكن يكون منطقي بس كمان انت لما بتحط محمد صلاح قدام ساديو مانيه في موسم محلي واوروبي وده مؤثر برضو في اختيارات محمد صلاح كان الافضل عن ساديو مانيه في اختيارات الافضل في الدوري الانجليزي وحتى يعني بس هم هناك بيقيمه على الدوري الانجليزي فقط الدوري الانجليزي وكمان بالنسبة لدوري ابطال اوروبا والاداء في دوري ابطال اوروبا في ترشيحات حتى كليفر بول لكن نقصد انت عندك في افريقيا بتاخد الممثلين افريقيا في كاس العالم عمل ايه مع منتخب بلاد ولو اني صلاح برضو وصل في فايننا لو وصل اخر مرحلة برضو في تسكة اهو انا مش مختلف طبعا معاك لكن انا بقول ان محمد صلاح هو الاسم الاقوى القارب طب ما تخلينا نقول طريقة الاختيار بتتم ازاي ربما توضح لنا برضو يعني اختيار جامهيري اكتر ولا اختيار نقاط ولا اختيار بس مدربين خلال اللجنة الفنية الخاصة بالاتحاد الافريقي وبعدين بيتم التصويت على الجويز عن طريق خبراء بيتم اختيارهم من قبل برضو الاتحاد الافريقي اللجان الفنية في الاتحاد الافريقي والمفترض ان بيشارك في الجويز دي كمان زي ما حصل الصينين اللي فاتت مدربين مدربين منتخبات الافريقية لكن هما لسه لم يعلنوا النظام السناء دي هيكون نظامه مفينش نظام سيستم ثابت يعني مفينش سيستم ثابت حتى قيمة التلاتين دي ما كانش الاتحاد الافريقى زي ما احنا شايفين طبعا قيمة اللعيبة الافضل ما كانش الاتحاد الافريقى قبل كده بيعمل لنا قيمة 30 مرشحين كان في الغالب بيعلن 10 لعيبة بيختار ما بينهم لكن هو حاب يعمل حاجة كده قريبا من البالوندور فغير الشكل السنادي فكمان احنا منتظرين الكريتيريا او طريقة الاختيارة ده لسه ما تحددش السنادي يبقى فيه خيبة السنادي طبعا تعرف ان الجواز هيتم اعلانها الهيستري بتاعه في اي حاجة بيعدلها مصيبة يعني هو والله يبصوا يعني هما جوم يحلوا المشكلة بتاعت ماتش واحد قالك تب نرجع للقديم فاهم بوضع لهم مش واجه المشكلة يعني يعني ما تخليك برضو على فكرك الجديد بس اطوره ايه لا ارجع للقديم وانجز وهو المشكلة ان فيك يعني البيان بتاع الكاف بخصوص النقطة دي البيان قال مباراة واحدة وحدد معادها فطلع متسبي بعدها بتصراحة قالك احنا نرجع للمطشيد فلا انت عارف البيان الرسمي تصدقه بموعيد البطولة والا كلام رئيس الاتحاد والا كلام رئيس الاتحاد وقالك الحد الجاه هيحسمه في التصويت بتاع المكتب التنفس ماهو ده معنا كده في تخبط طبعا في تخبط وضع طب لكن احنا ليه حصرين بين صراحة وسادي وماني لان ده اللي اختيار اللوجيك ولا فيه انا شاف رياض محرز شاف نجوم لا هو كمان خلينا نقول المفاجأ ان فيه اسامي من مصر كمان محمد عبد المنع مثلا محمد عبد المنع موجود ضمن الترشيحات وده مفاجأة غريبة مش غريبة طبعا علينا صحب بالك هو كان في الفريق الاساسي مقالك جدا للمنتخب افريقيا في كاس الامم بالضبط بالضبط قدم اداء كبير وكان واحد من اهم اسباب وصول مصر وبالتالي محطوط كمان موجود محمد النني واداءه ده برضو رد اعتبار للنني لان الشناوي لعب لغاية درس 16 بس في كاس امم وخدوا من اداءه مع الاهلي في بطولة افريقيا فالشناوي جامع بين الاتنين ده الشناوي كمان من الاسماء الوليلة المرشحة الافضل لعب في العموم وافضل لعب طبعا داخل القر فده من الاسماء المرشحة وطبعا آليو ديانج موجود من نجم نادي الاهلي موجود في الترشيحات الافريقيا مرضو في التلاتين اه هناك اه اول اسم فوق على اليمين جنب علي معلول اللي كمان من اسماء الاهلي ده الاهلي كده كم واحد الاهلي عنده خمس لعيبة في الترشيحات عموم عنده محمد عبد المنعم وعنده محمد الشناوي وعنده آليو ديانج وعنده علي معلول وعنده كمان بيرسي تاو في الافضل وعنده محمد شريف ده كده ستة دخلنا في ستة اسماء جوة قرية اه هنشوف في الاسماء جوة قرية طبعا دي خلاص اسماء القرية قلنا أن من مصر في محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمد الشناوي وعلي معلول وطبعا من النادي الأهلي المرتبطين بالكورة المصرية أليو دينجو وعلي معلول يعني فيه خمسة من الأهلي خمسة من الأهلي في الترشحات بشكل عام خمس مصريين خمس أسماء ثمان أسماء مصرية في كل الجوائز وفيه كمان من النادي الأهلي زي ما قلنا طب ولا العيم الزمالك لا الزمالك السنادي الحقيقة أفريقيا طبعا أداء النادي طلع من ضر بدري زائد في بطولة الأمم الأفريقية يعني ما كانش فيه ممكن غير أبو جابا للإسم البارز وكمان هو تظلم الحياة أنه ما يدخلش في ترشحات الأفضل لفرق الأساسي ولا في الفرق الأحتياطي أعتقد أبو جابا لو كان الزمالك كمل في بطولة أفريقيا كان ممكن أنه يتم اختياره الأفضل حتى داخل القارب والوينش برضو كان ممكن بأليه فرصة والوينش برضو عمل بطولة جيدة بس برضو ظلمه وزيزو بس زيزو ما كانش أساسي في معظم المباريات في كأس الأمم الأفريقية وطبعا الزمالك خارج مبكرا فده يمكن اللي أثر على اختيارات لعاب الزمالك الأهلي متعلق أكتر نادي عنده لعيب أو الأهلي كمان مبسوط لأن مثلا دالة وبيفكر يسوق لعب زي إليود يانج ده أكبر تسويق لما يدخل من طبعا لعاب أكتر من الوداد اللي اكسب اللقب لعابة الوداد أعتقد هيبقى لعابة الأهلي أكتر قدامي الثلاثين خلينا أنت عايز في الأفضل عموما ندخل نشوف كده يعني الوداد في مين مثلا الوداد هيكون فيه لعابة كتير من الأفضل داخل القارة لكن الأفضل عموما لا هتلاقي النادي الأهلي أعلى يعني مثلا خلينا نشوف ده أفضل داخل القارة خلينا نشوف كده ده الداخل ده الأفضل داخل القارة في مثلا لا ده بر القارة ده رياض محرز آه ده ما رجعنا صورة البر القارة انتر كلوب بلاير لا ده افضل داخل القارة انتر كلوب بلاير اوف زاير نومينيز لا ده اشرف داري مش اشرف حكيم ده اشرف داري مدفع داري وده رياض مين بقى مش ما حرز داري رياض بن عياد اه اوكي ده داخل القارة خبير بن عياد يبقى داخل القارة اه وبعدين فيه كذا تشيفز تياجو ازاول ده واحد من كان من الاسماء المرشحة يعني للانضمومة النادي الاهلي ازولاو مين وفاق سطيف واحد من افضل نشيء القارة وهو خلاص احترف كان لعب اسك واحد من الاسماء اللي يعني بيعي يعتبروها انه النجم الافريقى القادم عنده 17 سنة على الفترة يدعيات ده من اللي قاله الزمالك بيفوض كان فيه مفوضات محمد علي بالرمضان ده برضو محمد علي بالرمضان طبعا اهو نجم خط وسط ترجي برضو من ضمن الاسماء الافضاء برضو من الاسماء اللي تقالن اللي قاله الزمالك بيفوضوه بالزبط وفيه بيتر شالولاي اللي كان موسيمانيا يعني بيفكر يضموا للنادي الاهلي قبل ما يرحل ده المهاجم طبعا مهاجم رائع الحقيقة ناميبي بيلعب فيه سانداونز مكشون اجد اه فيه يحيا جبران طبعا برضو من المدافعين المتميزين جدا من لعيبة الوسط فيه الوداد فيه زهير المترجي ده برضو من لعيب الوداد ادي واحد اتنين تلاتة حوالي اربع لعيبة من الوداد يمكن الاهلي اكتر برضو